لايك وشير وصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث الساعة وكل ساعة هو تهديدات النادي الأهلي للجبلية بخصوص محمد الشيبي وعدم قيام لجنة الانضباط بمهامها المكلة إليها خاصة وأنها لجنة منتخبة تحصل على راتب تحصل أو مكافآت من الاتحاد المصري لقرد القدم وأنه ليس من المعقول أو المنطقة أو المقبول أن يتم الرد على النادي الأهلي أصلي لجنة الانضباط ما اجتمعتش حدث تواصل بين كبار المسؤولين في النادي الأهلي وكبار المسؤولين في الاتحاد المصري لقرد القدم واتفقوا على أن يكون الأمر سرية أنا بقول لك حصل تواصل وقال لك الموضوع يبقى سري لما أتكلم حاجة بقول لك لكن حصل التواصل التواصل هدد النادي الأهلي باللجوء للاتحاد الدولي لقرد القدم بسبب خرق لاعب ونادي للائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري ولائحة الفيفا طلب النادي الأهلي من الاتحاد المصر لكرة قدم الرد على شكواه اللي قدمها من قبل وإحالة اللاعب للجنة الانضباط وعدم إعلان القرار حتى الآن وعدم امتسال اللاعب لاحترام لأحد النظام الأساسي في الاتحاد المصري وللفيفت وعد الأساس جمال علام رئيس الاتحاد المصر لكرة قدم بالرد على النادي الأهلي في موعد أقصى 48 ساعة من اليوم بعد وحل كل المشاكل والتواصل مع لجنة الانضباط ومعرفة هل استدعوا اللاعب ووقعوا عقوبة وإحنا ما نعرفش هل حققوا معاه هل ما حققوش معاه هيطلب عقد جلسة مع معاه المستشار محمد شيرين رئيس لجنة الانضباط لمعرفة الأمر لأن شكوى النادي الأهلي تهدد الكرة المصرية وتهدد نادي تابع لمنظومة الكرة المصرية وتهدد اتحاد الكرة نفسه وتهدد لاعب في منتخب المغرب ولا يرغب النادي الأهلي في حدوث أي أزمات مع منتخب المغرب وفاوز الأخشع وجمهور الكرة المغربية بعد تحسن العلاقات العظيمة بين الناديين وجمهور الناديين في المرحلة الماضية فقال لك نتعامل بروقيه باحتراب لاعب تم معاكبته من اتحاد الكور تم معاكبته من نادي الأهلي تم تغلزه العقوبة اعتذر فور نهاية المباراة اعتذر عدة مرات لحد من 3-4 أيام بيعتذر خلال ظهوره مع رمز جلال واعتذر لوالدته انتهى الأمر في إطار دستور كرة القدم في العالم اللي بيسر على كل الدنيا في العالم فالأهلي كانت رسالته صعبة جدا عن مسؤولين في اتحاد الكور اما احترام اللوايح واما الزهب الى الفيفا لتوقيع العقوبات على اللاعب ونادي بيرامدز وتقلل أستاذ جمال العالم كده احنا مش عاوزين نعمل مشكلة مع ملاك نادي بيرامدز لما هنطلع يقولك احنا ما نعرفش طبقوا اللوايح واحترموا اللوايح عشان الموضوع ده لما هنطلع اللاعب هيدار وهو لاعب مغربي وضمنه منتخب المغرب ثم نادي بيرامدز ملاكه من الإمارات ونحن نقدر الإمارات وشعب الإمارات وحكام الإمارات تلاتة ان احنا لن نسمح بمصول لاعب في النادي الأهلي أمام المحاكمة على فعل حدث في ملعب كرة القدم وإن لعمة الفوض وإن لعمة الفوضة في كرة القدم المصرية بمختلف درجات وحذروهم وقالولهم انتوا بتعملوا كده فعل هيبقلوا التدعيات خطيرة قالوا بعد كده تلاقي اللاعب اللي جاي في الدرجة الثالثة والربعة مش عارف إيه لعب الكسر رايح تشتكي اللاعب التاني مين بقى اللي يروح للفيفا ومن اللي هيعمل ومن اللي هيساوي ومن اللي مش عارف إيه فهنا النادي الأهلي كانت رسالته عنيفة جدا 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 وفي ذات الاتصالات والتواصل تم التأكيد تم التأكيد خلال هذا التواصل حصل لك الجملة اللي تقالت عشان جملة صعبة جدا آه تم التأكيد على تنفيذ لوائح الفيفا فيما يخص استدعاء اللاعبين الدوليين قالك العالم كله ماشي بتحكمه لوائح إحنا عندنا بقولك لأ عايزينه عشان نطور مستوى أم يعني أنت حريص على فرقتك أكتر ما الفيفا حريص على كل المنتخبات اللي في العالم قالك إحنا خلاص هنمشي تبع تطبيق لوائح الفيفا في استدعاء اللاعبين الدوليين ومش هنعمل بيانات وده اللي هيمشي من أول الاستدعاء القادم سواء بقى وفقته وما وفقتهش فيه لوائح هتحكمنا واللوائح هي من ستحدد العلاقة بين النادي الأهلي وكافة المنتخبات المصرية الأهلي يسعد باستدعاء اللاعبين ضمن المنتخبات المصرية ويسعد بأنهم من قوام الأساس لكن كل ده هيبقى في إطار اللوائح اللوائح تعبير جميل جد قالك يعني أنتو خايفين يعني العالم كله مش خايفة على منتخبات العالم كله وانتو بس اللي خايفين على منتخب مصر يعني هنديركم اللاعبة طب أنتو خطوا اللاعبة قبلها بأسبوع عملتوا بإيه طب تعملها أصلا بالعيبة والبقائيين مش موجودين عندك كان حديثكم دي الصراحة يعني مش عالي سأقولك إن أصبح في مجرسة الاتحاد المصر لكرة القدم حالة من الندم على تعيين حسام وابراهيم حاسم خلي بالك بس أول محطة عدت وكاته الدين بقى في حالة من الندم لدى البعض لدى البعض على تعيين حسام وابراهيم حاسم والبعض بيقولك مش هيكمله البعض بيقولك مش هيكمله في ظل هذا المستوى يعني واختلاق الأزمات وافتعال بؤر أزمات ومشاكل خلال المرحلة اللي جاي كمان المسؤول الأهلاوي قال للمسؤول البارس في التحاد القرى قال له إيه اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص 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 حمادة اللي جاي لك بعد كده غير حمادة اللي فات خالص اللوايح يا من ستحكم العلاقة بين الاتحاد المصري والنادي الأهلي ده معنى إيه معنى أنك جدا ما تجيش تقول لي عاوزي لعيبة قبلها بأسبوع ليه أنا بقى أدوم راحة رايحهم عندنا بقى قبل ما يجولك حتى لو هيجولي قبل الماتش بتاعة أربعة تيار خلي بالك بس من حال أنا بشايف في الناس يعني إيه يعني عما يقولك كوكة هو اللي جاب الفوز مصطفى شوبر هو اللي منع الهزيمة مش عارف إيه يا جماعة النادي الأهلي منظومة النادي الأهلي منظومة النادي الأهلي دماغ اسمه كولر إدارة بتوفر سبل الراحة وطيارة خاصة وحكاية ورواية وسفير بيستقبل المنظومة كلها المسؤولة عن هذا الفوز وليس لعب أو فارد لازم يكون ياخد بانهم الجزئية دي كان جوزي يقول لهم أنتو مش نجوم بصوا للسماء فيها كم نجمة بصوا للسماء فيها نجوم كدي أنا بقى عندي النجمة والفريق فالنجمة في النادي الأهلي والفريق والمنظومة الكاملة من إدارة وجهاز فني وجهاز طبي ربنا يهديه ومستحالهم دكتور رحمة جبالة ونعرف كريمين يدفد بيصاب ليه ونعرف ليه وسام أبو علي بترجع له الإصابة ويسر إبراهيم بترجع له الإصابة وليه الإصابات العضلية دي ويعملوا جرعات للعبين ولعبين عندهم قدرة على الفصل اللعيب عندها عقلية احترافية كل ده لازم نشيد بيه ما فيش حاجة اسمها لاعب أو فرد هو سبب الفوز لا كولر ولا حسام غالي ولا الخطيب ولا شبير ولا كوكا ولا محمد هان اللي عمل عرضية خطيرة ولا عمرو الطولية اللي حطت الكرة في رجل محمد ليه خالص منظومة رائعة هي اللي بتنجح عشان كده الكلام للاتحاد الكرة إيه إن خلاص اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تالي اللوايح يا من ستحكمنا في استدعاء اللاعبين للمنتخب الوطن هتيجي تقول لي والله ده عشان خاطرنا وكذا كذا ما فيش خواطر قالك اللوايح الفيفا هي من ستحكم العلاقة ده ليه تأديبا وتهزيبا اللي الكابتن حسام حسن على عدم احترامه للحوار مع مرسيل كولر أنا أدتك اللاعبة بادري بإزوار تماما لكو يتقدر يريحهم عندي خلهم عندي راح أدهم جرعات خفيف أعمل لهم تدريبات استشفائية أعمل لهم تدريبات طرفهية بحسن ما يقولك ما يبقاش في حملي بدني عالي وهكذا فعشان كده الأهلي هو من ستحكم العلاقة فهنا الأهلي رايح للفيفا لتأديب محمد الشيبي ونادي بيرامنز وإدارة نادي بيرامنز برئاسة المهندس ممدوع عيد هيتقدبه باللوايح وبالفيفا الاتحاد الكهرة طلب من المسؤولين في الأهلي بلاش عشان الإحراج وما نعملش حالة من التوتر خطاب رسم نكتفي بالتواصل للتليفون ووعد الأستاذ جمال علام المسؤول الأهلاوي البارز وفقا للمصادر الأهلاوية بأنه هو يحل كل المشاكل ويستدعي المستشار محمد شيرين رئيس لجنة الانضباط وسؤاله عما جرى في حالة هذه الشكوى قضاء فوق رسم مستشارين فوق رسم ولهم كل الاحترام لكن في عمل النهاردة الهجوم على مين على التحاد الكهرة مش على لجنة من لجانه فلو اللجنة من لجانه هتبقى منعزلة عن الجميع وما يعرفوش حاجة عنه انت عملت ايه أصلا؟ يعني استدعيت اللاعب حققت معايا خدت عقوبة ما خدتش عقوبة قول للناس ايه اللي حصل؟ قول للناس ابعت قرارك للمدير الاتحاد الكهرة يعلنوا أو اطلع انت يعلنوا زي ما اعلنتوا قبل كده في موضوع القهربة مع أحمد موس وقديتوا كل التفاصيل على الفطار وكنا في رمضان اللي فات اشمعنا احنا في موضوع زي ده الناس لا تتدخل ليه الناس في لجنة الانضباط يعني هادية وريئة كده وما بتتحركش رغم ان هذا الامر يمثل كارثة على الاتحاد المصر لكرة القدم اذا ما لجأ النادي لأهل للفيف لو لجأ للفيفة هتبقى فيه ازمات كبيرة جدا لنادي بيرامدز وللمسؤولين في نادي بيرامدز ولمحمد الشيبي لعب المنتخب المغربي وهناك حرص من الاهل على عدم الادرار بملاك بيرامدز او بالمنتخب المغربي